الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أحد الإخوة المتابعين للحلقة طلب تفسير آية لأنه في ناس اتخذوا شبها اتخذوا من الآية شبها للطعن في الصحابة وترويج لعقيدة باطلة المهم الآية هي قول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الآية من صورة آل عمران والآية دي في ناس اقتطعوا منها جزء معين من الآية في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فظن الجهال أن هذه الآية تفيد أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يريد الدنيا باعتبار أنهم يقاتلون من أجل الدنيا تمام؟ ومنكم من يريد الآخرة باعتبار أنه منهم من يريد القتال من أجر الآخرة المهم الآية دي ما أندي علاقة مع الفهم بتاعهم داخل طبعا دي الجماعة لافهم بيها ودي عقيدة بتاع الشيخهم بسب الصحابة ويشتم الصحابة بهذا الفهم وده كلام باطل الآية بتتكلم عن غزوة أحد وأنا اتخذتها مدخل عشان أخذ تفاصيل المسألة كلها إن شاء الله ونأخذ منها الفوائد العقدية والشي اللي بتعلق بالصحابة وغيره طيب الآية تتكلم عن غزوة أحد ومعلوم يا أخواننا غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام لما نظم الجيش في أحد جعل ظهر الجيش إلى جبل أحد جبل الرماد خلفهم والرماد كانوا حوالي خمسين من الصحابة وكل عليهم أو جعل عليهم أميرهم عبد الله بن جبير والنبي عليه الصلاة والسلام وكلوا منه يحمل جبل وقال لهم لو رأيتمونا غنمنا كما قال قال لا تغنموا معنا يعني لو لقيتونا خلاص نحن انتصرنا وبناخد في الغنائم ما تجشلوا معنا كويس ولو رأيتمونا هزمنا لا تنصرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال لهم كمان لو شفتونا الكفار دي الهزمونا ما تنزلوا تقاتلوا معنا بس أبقوا في جبالكم دفور أخذ عليهم العهد الحصل دارة المعركة في الأول شكد ربنا قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسون معناه تقتلون يعني في الأول لما بدت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كتلوا الكفار كتل شديد في الأول إذ تحسونهم بإذنه لحد ما فروا ونسوانهم بيقوا جارين بيطلعوا في الجبال فوق كويس والصحابة تمكنوا منهم وبيقوا بيجمع في الغنايم فبقى الصحابة من الرمات ظنوا إن المعركة خلاص انتهت والنفس السلام والصحابة بيجمعوا في الغنايم خلاص الموضوع انتهى فقالوا باتهادهم ما في داعتايا نقعد في الجبل ننزل نجمع الغنايم الأمير بتاعهم قال لهم ما تنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في مكانكم نمعنا في مكانكم فنزلوا طيب دي ما عصي يا أخوانا للنبي عليه الصلاة والسلام شكت ربنا قال استحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصوا منه عصوا النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما أراكم ما تحبون في الأول أيها معنى كلمة منكم من يريد الدنيا يعني في الموضع دا بس يريدوا الغنيمة الدنيا هنا بك صوباء الغنيمة نزلوا ناس يأخذوا الغنيمة والغنيمة ما حرام ولا عب ربنا سبحانه وتعالى قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا يعني هم ما نزلوا لحاجة حرام ولا سبعيب ولا سب انتغص ربنا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فلما نزل الصحابة باجتهادهم رضي الله عنهم وأخذوا الغنائم بيقلوا بيجمعوا فيها المشركون في الوقت ذاك أكان من القادة بتاعنهم خالد بن الوليد كان مشرك الوقت ذاك كويس خالد بن الوليد معروف في حنكة وزكاء ومعرفت ما الحرب طوالي أخذ الجيش بتاعهم ودور من خلف الجبل وجهاجم المسلمين من وراهم طيب الحصد شنو دايما الجيش يا أخوانا لو هوج من الخلف بيعمل فيه خالة كبير جدا وتمكنوا من ضرب المسلمين ومن قتل الكثير من الصحابة بعد ذاك وشيء خبر قالوا قتل محمد فكوا الخبر الجماعة شندارين يهزوا إيمان الناس ويضربون ضربة نفسية قالوا قتل محمد جاء أبو سفيان وكان الوقت ذاك برضو مشرك رضي الله عنه كان الوقت ذاك مشرك فبقى بنادي يقول أين محمد نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه قال أين ابن أبي كبشة قال زمبيو هو بكر الصديق طبعا ابن أبي كبشة دا جده وعندهم العرب لما ننسبوك لجدك دا نعمل أنواع الاحتقار يقول لك يا ودفلان نسبوك لجدك فوق كده طيب قال أين ابن الخطاب ما فدل جاوب قال إذن مات هؤلاء ماتوا كلهم لو ما ماتوا كان جاوبوني طيب بعد ذاك ما دي مسألة عادية شوف امتصار الصحابة للعقيدة كيف والنبي عليه الصلاة والسلام من قبلهم قال كلامه دا كله قال لهم ما جاوبوا خلوا أول ما قال أعلوا هوبل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوه لأنه دي المسألة بقت مسألة بتاعش شنو أيوة تاني ما في لعب بعد ذا ما في لعب تاني قال أعلوا هوبل أجيبوه قالوا ماذا نقول شوف أدف الصحابة ذات الإجابة ما تجاوبوا نظرية من رأسهم دا الدين ما في نظريات شنو تنجر من مخك سايتة دين من رأسك الصحابة قالوا ماذا نقول خير ما أيضا وقت بتحرب وقتال وفي ناس ما يتيق برضو تأدب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ما يتقدموا قدامه ما يقولوا كلامهما قالوا اليوم قالوا ماذا نقول قال أقولوا الله أعلى وأجل ألقموا حجر طوالي في الوقت داك فعمر بن الخطاب قال فمات مالكت نفسي فقلت له لقد أبقى الله إليك من يسوق لسا قالوا في ناس قاعدين الحصل النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد بقى في حتة براو وكثير من الصحابة بعيد منه فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عن أنس قال شج رسول الله الشج الضرب في الرأس كويس الضرب في الرأس بسموه الشج قالوا وكسرت رباعيته السنون دي أحسب أربع كده سن الصغير الرابعة دي دي الرباعية كسروا وقالوا واحد اسمه عبد الله ابن كمئة أو كمئة المهم دا اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر وكسر رباعيته يقولنا دا رسولنا ودا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهنا في سؤال للصوفية كده انت فكر معانا انت صوفي فكر كده وبالراحة مات الشنج وطوالي ووووك وما لك يا زول كده بالراحة دا مش نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل زول ولا ما أفضل زول في منافضل منه تاني في زول أكرم عليه الله منه لو في حجاب بيحمل زول مش كان يلبسه بس بالمنطق كده يعني انت الحجاب اللابسه انت هو الحاجة في العاصمة ها وما في زول ساكيك بعكاز ولا في حرب ولا في زول متلب عليك وإي حاجة الأحوج يا أخوانا للحجابة التميمة دي المربطين الصوفية دي الأحوج لها الصوفي القاعد مرتب مراكب لها عربية بمزاج ولا الأحوج لها الصحابة اللي كانوا في الحرب وفي الموت هناك المحتاج لها منه الصحابة صح طيب إذا كان الحجاب بتاعك ده من الدين ما كان يلبسه الصحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام كويس جاء ودخلت سن المغفر الطاقية اللي بلبسه دي كويس بسموها المغفر واحدة من الأسنان بتاعتها دخلت في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام لمن جطلح ابن عبيد الله طلع بقوة لمن كسرت سنه داري طلع سن المغفر من وجنة النبي صلى الله تخيل معي النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم نزلت آية فيه رد على الصوفية وعقائدهم ردقوا جدا ربنا نزل على في الوقت داك ليس لك من الأمر شيء تخيل دار نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال له ليس لك من الأمر شيء لأنه داع عليهم الناس اللي ضربوا والناس اللي آزوا قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال له أنت ما عندك من الأمر شيء السلالة الصوفية يقول لك نحن الكون دا فوق وتحت ما سكن في يدنا كده والنبي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء والصحابة ربنا قال لهم كده في امتني سادات الأولية ربنا قال قل إن الأمر كله لله كله في يد الله سبحانه وتعالى شماتا يتا تقول لي دا ماس كالكون ها وقال أوتا دا الأرض دا كلام البرعي إتا كان زعلان أنا خليني شيل فرارة كومشي البرعي أمشي ليس في كردوفان أمر قمنا الغبر قل لي إتا بتقول كلام زيدا ليه قال أقطاب الأرض في القبل الأربع قطب بيجاي وبهينا وهينا وهينا أربع قال دا القضين الأرض وقال دا ماسكنها يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا بقول لا ليس لك من الأمر شي ما تملك شي هنا الختمية بيجاي أقطاع الكبرى بتاع بحري في مسجد كبير جدا بتاع الختمية في المسجد دا جوا عندهم مكتبة المكتبة فيها كتاب بيبيعوا برام برام اسمه فيوض البحور المطلاطمة دقال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا دا بتاع الختمية النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له ليس لك من الأمر شي بتاع الختمية قال قال أعلاه أسفله في طي قبضتنا قال نار الخليل طفت من سر تفلتنا تفينا فيها قال طفينا ونار موسى أضاءت من محاسننا وأيوب لما دعانا دعا منه أيوب دعا الله صح هو دا قال دعا منه قال دعا المراغنا ديل الأشياء له أراضي الناس بالحرام أكل حرامية أراضي الناس شالوها بالحرام يقول لك كان خشا في متى الشيخ كان خشا في الأرض بتاعتك بيقد حقته خلاص بس بيكرعه كان خشا كويس؟ قال وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا بس عشان من إحنا ديل قال أيوب دا ربنا أجابه الكلام دا رأيكفو شنو والله لو فيزول قال لي الكلام دا كويس دا يكون زول مطمص بس شفتا راسه دا مطمص وده ما نافع تاني يا ناس دا كلام واضح جدا والكتب دي في السوق بيبيعوه الكتاب بتاعهم دا أجيزوا المغالطني نمشي أس دي ونركب أجامع بتاعهم الكبير دا تلقبها يعنوا ليك فارشنوا عديل فيوض البحور المطلاطمة كويس؟ واحد تاني اسم العايدة روس قال أنا عرشها والكرسي أنا الكرسي تعالرحمن قال أنا قال أنا للسماء بانيها لو لا الحياة من ربي نار الجحيم أطفيها دخل لحاجة تاني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء يعني ما تدعو على ديل ليه؟ لأنه ممكن ربنا يهديهم وفعلا منهم ناس ربنا هداهم أبو سفيان ابن حرب كان قائد ياش المشركين ربنا هداه وأسلم وكان من المكاتلين ومن أسرس جنود الإسلام تمام؟ خالد بن الوليد المخزومي ربنا هداه وأسلم النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعا على مجموعة تانية منهم سهيل ابن عمر ومنهم صفوان ابن أمية دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل في سبب نزول للآية أيضا ربنا نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أسلموا كلهم دل من مسلمة الفتح سهيل ابن عمر صفوان ابن أمية دل كلهم أسلموا حسن إسلامهم وكانوا من المناثحين على الإسلام حتى سهيل ابن عمر كان فصيح اللسان وكان في القديم بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالأشعار بتاعته حتى يوم من الأيام لما هجاهوا بالقصيدة قصيدة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حسان أهجه أو هاجه يا حسان رد عليه يعني فرد عليه حسان ابن سابت بقصيدة رصينة ومنهم برضو ابن عمه ده اللي رد عليه حسان ابن عمه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ده برضو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له حسان قال له هاجه أو هجه رد عليه بالقصيدة المشهورة اللي يعرفوها الناس هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء لسان يصارم لا عيب فيه وبحي لا تكدره الدلاء على أي حال خلاصة ما في الآية ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة السبب كان شنو سبب الابتلاء وسبب القتل اللي حصل في الصحابة معصية الرمات للنبي عليه الصلاة والسلام يقوى أنه إذا كان الهزيمة بتجيب معصية وشوف المعصية دي كيف قالين في البحثة للليلة الحصل من الصحابة قارنوا في ابتاع الليلة أول حاجة معصية باتهاد مش عناد مش ركوب راس لا اتهدوا قالوا المعرك انتهت وخلاص الصحابة بجمعوا في الغنايم بجمع معهم اتهاد بسيط زي ده من الصحابة ربنا عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ابتلاهم شفت كيف فبعد ذاك دارت عليهم الدائرة وحلت بهم الهزيمة في غزوة أحد وكان ده السبب يا أخواننا كيف نحن ربنا ما يعاقبنا بالبلاوي القاعدة عندنا دي شوف البلاوي عندنا دي الليلة يوم دي المافية أشنو الشرك علن علني أمشي مكتبة دي أظنها جديدة أنا دي أول مرة أخشها مكتبة خطرة جدا وبتطبع كتب جديدة للصوفية يسمى مكتبة دار العلوم شرق الجامعة الكبيرة البصم درمان مكتبة خطيرة والصوفية قاعدين فيها شوف تخيل يبيعوا الكتب هم ويكتبوهم ويطللوا الأمة هم ولما نجي نمسك الكتب ونقشها معاون إنكروها يقول لك دا المان إحنا الباع الكتب دي منه أتحدهم الكتب دا طبعوا منه دا مثال دا يهو في وضع البحور المطلاطي ما الكلامتك عنه قبل مونوا اللي بيطبعوا جاين نطبعون إحنا مونوا اللي بيبيعوا الآن بيبيعوا الصوفية ويطبعوا الصوفية أول ما نجي نقرأ لهم الحاجات الخطيرة في الكتب دي والعجائد الباطلة واحد هنا الطريق يقول لك يا مولارا الكتب دي كتبتوا يا السلام يا أخي أنا أنا عندي كتاب واحد دا أكتبه صغير كايسة سأكتبه قروش ما عندي له شنطبعوا ها اتنين المطابع ما بتقبلوا لي ما بيقبلوا يا راسي أنا عندي قرون في راسدة بينا بتاع المطبع بقول لها أطبع دا الكتاب دا أطبعه قول لك لا الله ما بقدر يا اخوات كده خليني منه دا في شنو يا ناس دي أنا محتار دا بيطبعوه كيف الزول العادي للي بيطبع دا الكتاب بتاعيسمه الدفاع عن ابن تاي مية بدافي عنه في الكلام الباطل لنصابه له كهيس الدفاعي ما فيه مشكلة يعني بقول ابن تاي مية جال كده الناس دي اللي جاله في ابن تاي مية كده والكلام دا غلط واا كده او كلام ابن تاي مية صاح والدليل علىه من الآية والحديث كده آياته حديث كده دا الموضوع كله الكلام دا هي نجوة لا آية لا حديث لا قول عالم ها لا بيتسيع رصاي من العرب ولي نجر بس وكفر وبضوادي جدا يعني الكتاب دا كده ان نجرى لك طيب قال يا معشر الخلقي من جن ومن بشري هل تنكروا فضلنا ام تجحدوا قدرنا دا قال لك انتو بتنكروا فضلنا انت فضلك وين هو ذاته لا وين هو فضلك المراقين قال والمرغانية وفضلنا فضلك شنو قال نحن من اهل النبي صلى الله عليه وسلم وكذاب هو الحاجة ما من اهل الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب مرغانية يجو مع الفتحة التركية دي لا تراك النبي صلى الله عليه وسلم كان تركي النبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي ما عنده علاقة معك ابدا دي دين امرة واحد قال تنكروا فضلك خليك في الدين الدين دا بوزتوا بوزوا الدين وجعلوا الدين عبادة للزول دا ولا الجماعة المعاو دا الدين عندهم خليك من الدين في الدنيا وينه فضلكم عملتوا للبلد دي شنو الحزب الاتحاد الديمقراطي استفدنا منه شنو احنا كسودانين ما في حاجة ولا يشي ما قدم لتاريخ السودان اي حاجة وافش الحزب كان على مرة تاريخ السوداني ما في حاجة سيبنا من ده كله كويس قال نحن الملوك وكل الملك اجمعه اعلاه اسفله في طي قبضتنا الملوك كله قال في طي قبضتنا ونازلين الانتخابات كانوا السنة الفاتح اتا اتا كان الملوك كله في يدك نازل الانتخابات ما لك كمان طيب وما لقى اي حاجة رمز القرجة قرجة واحدة مالكة ولا شي ولا قرجة وده الملوكة في يدك قال ما الفخر الا لنا ما العز الا دنا من عالم الذر مولى الخلق قدمنا مولى الخلق قدمكم اتا قدم الختمية ربنا ما قدم الختمية ولا اي حاجة ربنا قال ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين في ختمية هنا الله ما قال الختمية يا اخي طيب قال تقديما يشهد الله العليم به فالخير كله بنا والامر مثالنا شوف الخير كله قال بنا اي خير بيجي بيوم هم ده كضب ولا ما كضب يا ناس الخير بيد الختمية وطيب كان الخير بيد الختمية احنا ما وطاتنا اصبحت ما عندنا اي حاجة تاني والله لا ناكل لا نشرب ولا اي حاجة يا اخي ربك في القرآن قال وما من دابة في الارض ولا وما من دابة الا على الله رزقها ويعلمه مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين ده قال الخير كله بيجي منا من احنا ديل كذابين فجرة انت الخير بيدك نديك بيان بالعمل اي ختم جاعت هنا الخير بيدكم طيب نحنا ديل الان في خير الحمدل نحنا ديل الناس اللي جاعدين ديل نحنا في خير بنتنفس من الهواء بتاع الله ده كويس وماكنين الحمدلله تمام وماشيهم بكل عيننا وبنشوف شوف عيوننا دي بتشوف تمام وبنسمع اظناننا دي بتسمع ده مش خير كله اقطعوه السادة اقطعوه شوف مجار مدال بالله قال ما الخير والله بنا كالضاب قال قال لم يخلق الله في الأكوان أجمعها من كامل غيرنا او عارف مثلنا بالله شو صلى الله متكبر كيف الله قال في الكون كله ما خلق كامل غيرنا ولا ولا شنو ولا عارف مثلنا كذاب ومجرم اتزال تركي ما عندك أي علاقة حتى لو قلت ده في أهل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول نعم أهل النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس قال الله ما خلق كامل زينا ولا عارف مثلنا ات لو كنت من آل النبي بالجد شوف لو من آل الرسول عديل عليه الصلاة والسلام في ناس من غير آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل من ناس من آل النبي عليه الصلاة والسلام أضرب لك مثال تعرف العباس بن عبد المطلب من آل الرسول ولا ما من آل الرسول تعرف أو بكر الصديق رضي الله عنه هل هو من آل البيت ما من آل البيت الأفضل منه الأفضل أو بكر الصديق عمر بن الخطاب أفضل ها من كثير من آل البيت ولا ما أفضل أفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل أعلى وأجل وأعظم مكانة عند الله حتى من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عمر بن خطاب أعلم إنه مكانة وأبي بكر الصديق أعلم إنه مكانة علي ابن أبي طالب في مسجد الكوفة في المنبر فوق قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية ده علي ابن أبي طالب شوف الخطفية دين لو كانوا من آل الرسول ما يجوز لهم يقولوا نحن أفضل ناس ومافضوا الأفضل مننا ومافضوا زينا ده كذب ده كذب فهمتا؟ طيب ده ولا استثنوا صحابة ذاتهم تخيل ده؟ الصحابة ما استثنهم قال الخطمية ده أفضل ناس قال نحن الذي أنزل الله الكتاب لنا مفصلا كله في ضمن مدحتنا الكتاب ده قال الله نزلوا لنا براهم هم بس كتاب ده الله نزلوا لهم براهم ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق الكتاب للناس الكتاب ده ربنا نزلوا لنا الناس جميعا كل الناس فهمتا؟ ما نزلوا لك انت براك يا ختمي لسه قال ما أنزل الله من وحي على بشر إلا ويخبره عن حين بعستنا كويس قال العرش والفرش والأملاك والبشر والقبل والبعد في أرياف رأفتنا قال نحن بنرأف على العرش والفرش والأكوان والبشر كلهم يا أخي دي زندغة ما بعد زندغة فيم تكاله دي دي يا أخوان الكتب اللي قاعد يوزعوه وده الدين بتاع كتير من الناس الليلة ما انت هي تنكروا عليهم طوالي ابن الطالق واحد يقول لك لا وما تتكلم وإياك والأولياء وما تسأل دي ألف وما تنضم فيهم دي عقيدة باطلة بتاعت الختمية وأديك زيادة لأنه في واحدين تجانية وقالوا لدتوا ما قاد تسألونه كتير في واحد مرة شكالي بره هنا قالوا التجانية دي لماذا تسألون التجانية عندهم كده باسم الفتحة الرباني أنا ما عارفين قاعد ولا ما في انت وين الشنطة بتاعت الحاجات دي لو فيه بالله يناولني عليك الله الفتحة الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني بتاع الفتحة الرباني قال من زارني يوم الأربعاء والجمعة أو الاثنين والجمعة دا كتابة الفتحة الرباني تقريبا الصفحة خمسة وإهدين شوفها لو معلمة أفتح أفتح عليه قال من زارني يوم الأتنين والجمعة قال دخل الجنة وإن كان كاثرا طوال الجنة فيهمتك وفي قصيدة أنا الرسالة دي واحد بتاع تحمد التجاني بيمدحوا بيمدح واحد نيجيلي قصيدة دي في كفر وإلحاد ما أنزل الله تعالى به من السلطان وبقولها مبسوط والجماعة المعاوه بيكبروا له هي يساوا له أيوة كفر ما بعده كفر شفتها كيف الكتب دي أخواننا الليلة بيعوا في السوق وبتعبدوا بقى ناس كتار ونحن لما نجي ننكر على الناس في ناس بدافوا عنهم من الناس البدافوا عنهم أنا داري أتشوف لك الحاجية كلها أول ما تفك الكلام ده وتوري الباطل بتاع الصوفية أول دا البيدافي عنهم أخو مسلم دا البيدافي عنهم نمر واحد لأنه الأخو مسلم عنده مصلحة من إنه الأمة تكون على عقيدة دي يعني يكون في صوفي بجاي وحزب تحرير بهناك وشيعي بهنا وهابي بغادي زي ما هم بيقولوا يكون دي كلها قاعدة والأخ المسلم داري يكون مسيطرة على الوضع دا كله يكون وسي دا الشغلاء دي كلها قل لهم يا أخي دتوا طبعا أنتم مختلفين صح أنت شنو وهابي وانت أخو مسلم وانت حزب تحرير وداك تجاني وداك شنو شيعي أيوة كلكم تعالوا معاي كلهم بداخلوا معاوه في الحزب بتاع الأخوان المسلمين أصلا حزب بتاع تجميح تجميح في متى بيركب لك المكانة بتكون بتاع الداتسن وهيجي يجيب لك الباضي بتاع كوريلا ويمشي يدخل لك بهناك بيستين بتاع نيسان كده العربية دي مشي على وين انت بتعرفها ودا المنهج بتاع الأخوان المسلمين رب الأمة دي على الدغمسة في العقيدة أسه أتحداك أمشي عليك الله لأي أخو مسلم وما تحضر له لكن لو قد قدر الله وحضرت له يوم كويس شوف أزولنا دار يصل لشنو خطبة سأجو معا كدف سأقعد أسمع أخو السلم يتكلم وإن هذه الأمة يا إخوة الإسلام الأمة تعاني جراحات أليمة أها ترتصل لشنو عارفين الجراحات احنا وعارفين ها فيشنو ترتصل لشنو دار يلف ويدور ويخش لك بهيني وامروك بهناك ومشي فلسطين ومشي أمريكا بهناك وجي راجعوا مبدة فيمتى في النهاية يقول لك صوت لي بس دا موضوعه دار يبقى هو الرئيس عليك وداري بقهول فوق وسيدك دا كل موضوع على أخو المسلم عشان كده ضيعوا العقيدة وسبحان الله اهتموا ها بأمور الدنيا وضيعوا العقيدة وهم جهلا لو عندهم فقه العقيدة الصحيحة بتجيب رخاء الدنيا والآخرة هم لو بيفهموا قبل أيام كده أنا كان بشهد السعودية قابلت واحد ذو الموظف كبير من المدر بتاعين عندهم هيا يسمى الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ودي هناك عندنا مسألة زي أمنا المجتمع عندنا في السودان هنا بتضبط الشارع وأي ذو عنده مخالفات وكده لكن هناك صلاحياتها واسعة جدا أي شيء بتعلق بالدين بتدخلوا لك فيه ساحر لقيته تدق تلفون لابتاع الهيا بيجي طوالي بيستلموا عندهم النظام معاه فيمتى عندهم النظام بتاع سيف معاه دجال أي زلم المهم كلام طويل الفايدة من الكلام شنو قال لي يا أخي نحن عندنا النظام هنا لو في قال لي يعرفوا إنه في حجر واحد في أقصى الحدود اليمنية هناك في ناس بيعبدوه قال لي بيرسلوا له عربية هناك تتكلم مع الجماعة دين وتكسر الحجر اللي بيعبدو فيه ده حماية العقيدة يا أخوانا ها بتجيب الرزق بتجيب الخير والبركة حماية العقيدة وحراسة وصيانة العقيدة عمر بن خطاب رضي الله عنه في عهده لقوا جثمان بتاع إنسان ميت نبي من الأنبياء وفي صدره كتاب من الكتب السماوية نبي اسمه دانيال لما لقوا جوكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما وروه قال لهم تنشي وتحفروا قبور كثيرة جدا ما واحد طعشر غبر وتدفنوا في واحد مننا بالليل قال شانا الناس يجي يفتشوا ما يعرفوا الغبر بتاع النبي دوينه شان ما يعبدوا غب الأثر بتاعه تماما شجرة الرضوان شجرة مباركة دي لو قايم عندنا في السودان هنا والله يوزوها لك بالصفقة الواحدة صفقت شجرة الرضوان بسبعة مليون وتركب ليه ناق وتصديق واستمارة وقف الصف فيه متى يبيعوا ليك والله صفقة صفقة فيه متى فالحاصل شنو عمر الخطاب رضي الله عنه قطع شجرة الرضوان شان ما يعتقدوا فيه قطع طوالي حماية العقيدة يا أخوان أهم شيء حماية العقيدة ده ده بقدم البلد وده ألبي جبلنا الخير من الله ده بجبلنا الخير ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون على أي حال الآية اللي أنا بدأت باقي بيال اللي بتكلموا عنها المجرمين ديال وبقولوا إن الصحابة إذ قاتلوا من أجل الدنيا نقول لهم كذبتم وخبتم وخسئتم الصحابة رضي الله عنهم برر وأتقياء وفارقوا الدنيا في مكة وأموالهم خلوه وهاجرهم عن نبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وربنا أكرمهم وأعلى مكانهم وكلامكم لتوا بتقولوه بزيدكم إتوا وبال وزنوب تلقوا يوم القيامة نسأل الله السلام والعافية السلام عليكم ورحمة الله